قرار فرنسي غير مسبوق بخفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف وبنسبة 30% لتونس سبب القرار ما قالت باريس إنه رفض من قبل الدول الثلاث استعادة مهاجرين من مواطنيها لا تريد إبقاءهم على أراضيها إنه قرار صارم وغير مسبوق نعرف ذلك لكنه قرار تم اتخاذه ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل عودة المواطنين الذين لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا الخارجية المغربية عدت مسألة استعادة المهاجرين أزمة غير مبررة وبالأساس تعوقها فرنسا وهي المسؤولة عن حلها إذ يفرض المغرب شرط الخضوع لاختبار وباء كورونا قبل دخول أراضيه في حين يرفض منهم في وضعية غير قانونية إجراءه لأنه ليس إلزاميا في فرنسا لكن الحكومة الفرنسية ترجع القصة إلى ما قبل ستة أشهر حين طلبت من الجزائر استعادة أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة شخص من حاملي جنسيتها لم يعد منهم سوى واحد وثلاثين شخصا فيما طلبت باريس من المغرب استعادة أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة شخص في الفترة ذاتها ولم يسترجع منهم سوى مائة وثمانية وثلاثين مهاجرا أما تونس فكانت مطالبة باستعادة أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة من مواطنيها استرجعت منهم حتى الآن مائة وثلاثة وخمسين شخصا لميس السردي تيارتي عربي